شوف إزاي تصرحات البعض تجاه النادي الأهلي ومهاجمة النادي الأهلي وأنا عايز أكلم التحديدي يا خالد في الإسلوب الإسلوب الانتقاد وخصوصاً اللي احنا متربيين أو عارفين أو متعودين بلاش أقول نحن عشان جوه الأهلي متربيين لا إحنا متعودين على شكل معين للتصرحات اللي بتخرج عن بعض المنتمين للنادي الأهلي واللي مثلوا النادي الأهلي في يوم الآيام بص خلينا نكون باسم الله أحمد الرحيم الأول خلينا نكون متفقين إن مش كل واحد دايما الناس بتحسابها حزبت بيقول لك كل من لبس شرطة وفن الله بتكلم في الكورة مش كل من لبس شرطة وفن الله كلام في الكورة حكر عليه وإلا هنجيب كل جمهير النادي الأهلي اللبسهم شرطة وفن الله عشان يتكلموا كورة أو هنلبس كونه أنه قادر راضيين شرطة وفن الله عشان يعرفوا يتكلموا في الكورة دي جزئية الجزئية التانية إن مش كل واحد طلع من ناشئين النادي الأهلي أو لعب في النادي الأهلي يعرف يعني إيه مبادئ النادي الأهلي بمعنى بمعنى إن مش حكر معرفة مبادئ النادي الأهلي على لعبة النادي الأهلي فقط لغير على مدار التاريخ خالص ولا حكر على أي مسؤول في النادي الأهلي فيه ممكن يكون فيه مسؤول تصرف تصرفات لا تليق بمبادئ النادي الأهلي وبنشوف مسؤولين سابقين طبعا وبنشوف وبنشوف يوميا وبنشوف لعبة كرة مش يومياً في الأهلي مش يومياً أما في النادي الأهلي في بعض المسؤولين السابقين بس هم هؤلالين موجودين ده بيتكلم في نفس الفكرة اللي أنا بقولها مش كل واحد بقى أو عدى على النادي الأهلي بقى عارف يعني إيه مبادئ النادي الأهلي وكلمت مبادئ النادي الأهلي في ناس بتسخر منها أو في ناس بتقلل قيمتها تمام وده بالنسبة لي أنا على الصعير الشخصي مقبول لأنه لو عرف يعني إيه مبادئ النادي الأهلي كان يبقى أهلاوي طبيعي كان يبقى أهلاوي ولا هيحترم لا كان يبقى أهلاوي ما فيش حد يعرف مبادئ النادي الأهلي لازم يكون أهلاوي بس في ناس مثلا منتمين لانديها أخرى ويمكن عارفين مبادئ الأهلي يعني 90% منهم بيشككوا في كلمة أصلا مبادئ النادي الأهلي دايماً هتلاقي أي حد مختلف على التفصيلة أو المصطلح ده دايماً يقول لك يعني إيه مبادئ النادي الأهلي ما يعرفهاش ما هو لو عرفها كان زي منه بقى أهلاوي لازم ما فيش حد يدرك قيمة كلمة مبادئ النادي الأهلي كلها هي قد تظهر أمام الناس أنها مصطلح مصطلح بيطلع منه قيم وحاجات كتير ناس كتير ما تعرفهاش كتير ما تقدرهاش وناس كتير بيجي تقول لك بيجي تقول لك هو بتقيس بعض المواقف بيقول لك هو كان فين مبادئ النادي الأهلي هنا وكانت فين مبادئ النادي الأهلي هنا ما دايماً بنقول للناس لما تيجي تقيس حاجة خلي القياس بنفس الظروف خلي القياس بنفس الظروف ما نفعش تقيس وقعة في توقيت معين على وقعة فيها جزء من الشابة يعني فيه تشابه لكن مش كل عواملها كانت زي عوامل الوقعة الأولانية فبالتالي أكيد النتيجة هنا تختلف لكن تبقى مبادئ النادي الأهلي هي المبادئ السابتة المتوارسة المعروفة من الجميع فعشان كده بيقول لك مش مستغرب وعلى فكرة فيه ناس بتهاجم النادي الأهلي في التوقيت ده مش عجيب علينا إن إحنا نسمع الكلام ده مش عجيب لا مش غريب ليه بقى متوقع منهم من الأشخاص دي بالذاتة طبعا طبعا متوقع متوقع أنا محبش أتكلم بشكل مجاه طب إيه مصلحتهم في كده يسأل في هذا هم يعني هم اللي يسألوا في كده بتصورك أنت ممكن إزعلان إنه بعيد عن مشهد يمكن فيه ناس يتمنوا يتمنوا إن نحن نتكلم يا جماعة بصراحة يعني عن تصراحة الكابتن مجدي عبدالغاني ورده عشان يبقى وطن أبقى لسأ كنت جالك في كلام أقول لك أنا محبش أتكلم بشكل مجهش بالذات خلاص أعني لما طراما إحنا قلنا بأسماء كابتن مجدي عبدالغاني لابد أن يكون فيه ضوابط في الكلام هنا احتراما لسياسة النادي الأهلي وسياسة قناة النادي الأهلي لو أتكلم في مكان تاني لا الوضع هيختلف أفقد؟ شكرا